انسحاب القوات التحالف من العراق يبدو إحنا وصلنا إلى النهايات توقيع اتفاقية حسب متابعتي ومعلومتي أنها بقى فقط نقطتين يتم عليها الاتفاق ويتم تحديد موعد من الانسحاب من إله يعني هو الموعد تقريبا وعلي عام 25 و 26 نهاية 26 تحالف الدولي رائع أنت طالع العمل على اتفاقية ثنائية أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة موجودة بين العراق وبعض دول التحالف الدولي أيضا موجودة هاي التحركات قد تكون يعني خارج إطار الاتفاق الستراتيجي اتفاق ثنائي هي ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي اتفاقية الاستراتيجية بفصل وهو الدفاع العسكري والأمني شنو الدور بين العراق والولايات المتحدة فيه هذا الفصل يمكن ثلاثة أربع فقرات على ضوء هالفقرات الأربعة يشكل أو يصير نوع من الاتفاقية الثنائية الأمنية في هذا الجانب تستمد من هالفقرات الأربعة الموجودة فماشي يعني الاتفاق ماشي حتى قبل يومين ثلاثة أحد القادة الأمريكان العسكريين قال الاتفاق جاهز يبقى بس المصادق علي من قيادات البلدين وبالتالي يوقع ونحسب أيام شو تعرف حضرتك النقطتين اللي مختلفين عليها أو اللي يتفاوضون عليها والله ما عندي بالضبط هذه التحديدات فأعتقد واحدة منها ما يخص العمل التحالف الدولي في سوريا يعني هو السنة الأخيرة سنة ستة وعشرين ربما أكثر تركيز التحالف الدولي راح يكون في سوريا ووزير الدفاع الأمريكي من طلب تمديد سنة أخرى أن تكون سبعة وعشرين ورفض العراق راج سنة أخرى أن تكون سبعة وعشرين أيضاً لأنه في سوريا هو التحالف الدولي من أنشئ تحت عنوان مطاردة الإرهاب مكافعة الإرهاب في العراق وسوريا يعني هذا العنوان ماذا ففي العراق هما يعني كلش متفهمين موقف العراق وكلش مقترعين أنه العراق ما يحتاجهم كقوات أمنية يحتاجهم كمعلومات كتسليح تدريب مستشاريين للتدريب والتطوير ويحتاج بعض التسليح خاصة في قضايا النفاع الجوي لكن في سوريا بعدهم هم موجودين دعم لوجستي من داخل سوريا صعب يمكن دعم لوجستي لقواتهم في سوريا اللي يصير من خلال الأراضي العراقية أو الأراضي الأردنية حتى من الأراضي الأردنية أعتقد صعبها لأنه أكون فاصل فأرادوا سنة السبعة وعشرين حتى يكملون في سوريا العراق رفض وقال لا ما سوريا أن تحيروا بنفسكم بسوريا ونحن فادرين على السيطرة على وضعنا بالعراق فصار التفاهم أنه الانسحاب من بغداد أولا ثم عين الأسد ثم أربيل آخر شي ووجودهم السنة الأخيرة بأربيل ستة وعشرين ربما هو أكثر شي راح نشغلون بوجودهم في سوريا يعني فعليا ما سيبقى أحد لا ببغداد ولا بعين الأسد ولا بحير يبقى ما يريده ما تقرى الاتفاقية الأمنية الجديدة التي هي الثنائية طيب بين العراق والولايات طيب ما هي الاحتياجات التي بقيتها؟ ما هي الاحتياجات لا يوجد أكثر من قضايا المعلومات والاستغربارات والتعاون التقني تدري الحروب تحولت إلى حروب تقنية طيب أي واحد يبقى للتدريب للتطوير للمعلومات لصيانة طائرات الف 16 ليه ما أدري هذا يبقى تحت حماية العراق تتوقع متى سيتم توقيع المذكر الثنائية؟ والله يعني على أكثر خلال الشهرين القادمة خلال هالشهرين؟ نعم يعني قبل هاتي السنة أتوقع قبل هاتي السنة أتوقع